رحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها آخر تطورة دعوات الانتخابة التشريعية ورئاسية سابقة لأوانها ردود فعل مختلف على التطورة الأخيرة على قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في الساعات القليلة الماضية في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بشتوسيكم الفيديوهات القادمة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد بحضور نادي عكيشة ورئيسة الحكومة نجلة بودن تعودنا على أنه كل يوم خميس فم اجتماع وزيري اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاش يشرف عليه قيس سعيد كل مرة كل خميس جينا قرارات جديدة جينا دعوة جديدة يتطرق فيها الرئيس يوجه فيها عدة رسائل جديدة اليوم مش نحكيه على رسالة تخص حاجة معينة اللي هي التدابير الاستثنائية خاصة وأنه شفنا برشا دعواتي لأنه قيس سعيد لازم يحدد مدة هاتدابير الاستثنائية خاصة من اتحاد الشغل اللي في الخطابة تمتعه حتى اللهجة بديت تتصعد الوقتش الإجراءات الاستثنائية اليوم قيس سعيد حاول أنه يجيب عليها وعلى الأقل نجم نفهمه منها هو أنه يعني رد الفعل على خطابة اتحاد الشغل قيس سعيد قال وأعلن أنه بش يتم اختصار التدابير الاستثنائية المعلنة سابقا بمعنى ما هيش بش تتويل برشا وبش يتم المرور إلى أوامر أخرى وقرارات جديدة من أجل العودة إلى النظام العادي وإلى الوضع العادي في البلاد ونخرج من الحالة الاستثنائية اللي أعلنها قيس سعيد منذ 25 جوليا 2021 إلى حد الآن ما فهمش خريطة الطريق واضحة برشا تحركات ويعني خلينا نشوفوا دعوات إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها نلقى وإنه هناك دعوة صريحة اليوم وملحة أيضا لقيس سعيد من أجل حل البرلمان بشكل رسمي والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها كذلك نجد الدعوة إلى يعني الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يقول للقيل عليش انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لأنه اليوم فما عادت أطراف تشكك في في شعبية رئيس الجمهورية بالتالي تقول كيفما البرلمان نحتاج إلى برلمان جديد يعاود يأخذ ثقة من الشعب التونسي أيضا نحتاج إلى رئيس جديد إذا كان الشعب مع قيس سعيد فإنه بشي عاود ينتخبو وقتها معنا حتى إكلام غازي الشويشي اللي أعمل عريضة ضد رئيس الجمهورية مؤخرا بعد ما يعني لمح رئيس الجمهورية لأنه فما شبهت فساد في وزارة ملك الدولة وشؤون العقارية وقت لكين غازي الشويشي وزير في هذه الوزارة ادعاء أمين عملتها لديموقراطي غازي الشويشي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تمنح للشعب التونسي فرصة لتجاوز اخترافاته وانقساماته وأنه يقرر مصيره بكل حرية غازي الشويشي قال أنه بعد مية يوم من الأعلان على التدابير الاستثنائية من الضروري اليوم حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوينيا في أقرب الآجال بعد مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها بعد مرور مئة يوم يقول غازي الشويشي كذلك مش كان هو رفلما برشا سياسيين وبرشا أحزاب يعتبروا أنه وقيت حان الوقت أنه انقدموا شوية في هذه الإجراءات هذيك عليش الرئيس فهم رسالة وقال لهو بشي تم اختصار يعني تنجم تكون الأسباب اللي تخنا فيها في التدابير الاستثنائية ما انتهيتش ولكن بش نختصروا المرحلة هذه حاتم الملكي نائب في البرلمان المجمد دعا إلى حل البرلمان وقال أنه من الضروري اليوم حل البرلمان بأكثر سرعة ممكنة ونتوجه إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوينها هذا الكل بعد مئة يوم على تفعيل قيس السعيد للفصل الثمانين من الدستور وتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس حاتم الملكي دعا الانتخابات الرئاسية أيضا إلى جنب الانتخابات التشريعية وكذلك انتخابات بلديا عاودوا كل شيء مع بعضه قال النجمو نعملو هذي فرد نهار يوم 6 ماي 2023 يعني نتواصلو على هذه الحال حاتيكش 2023 تقريبا 20 شهر نقعدو في الوضعية هذي يقول 20 شهر كيفية للقييم بالإصلاحات الضرورية باش ننظموا الانتخابات اللي حكي عليهم نجموا نقحوا القانون الانتخابي ونعملوا استفتاء الاستفتاء اللي حكي عليها قيس السعيد قال اللي هو بش يعمل يعني استفتاء ويستشير عليها عبر المنصات اعتبروه برشا ناس انه مش معقول الكلم اللي يحكي فيهم وما نجموش نعملوه التصور اللي عند قيس السعيد غريب جدا حسب عدة نواب وحسب يعني عدة أطراف سياسية مثلا نلقاوا نائبة احدى النواب او بعض النواب اصلا مش حتى نائبة اكهو تقول وانه اليوم قيس السعيد يمشي في منظور سريالي متاع تنظيم الانتخابات يعني مش معقول انه يتم تنظيم استفتاء عبر الانترنت خلينا نكملو مع حاتم لمليكي اللي يعتبر هو انه اليوم النواب اللي استقالوا من البرلمين مهوش حل للاشكال يعني على خاطر الاستقالة بش يتم تعويضها بالشخص الاخر يعني بشو قديمة وكأنه فم البرلمين مثلا ريدا شرف الدين كيف استقال وتوماتيك مو حتى لو كين نحسبوها الاستقالة صحيحة وناخذو بيها فانه رو ما تحلش البرلمين خاطر كي استقال ريدا شرف الدين بش يجي واحد اخر في بلاستو نائب اخر اللي بعضو في القائمة بش يجي هو في بلاستو دونك ما عملنا حتى شيء الاستقالات ما عندها حتى معنى انه ويبش يستقيل وراي حكاية الفارقة يقول لازم يتم حل البرلمين بشكل رسمي اتحاد الشغل زادة في الساعة القليلة الماضية كان طالب قيس اسعيد بانه يوضع سقف زمني لانهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتوضيح رؤية مستقبلية اللي تونس في عالقة بالنظام السياسي وبالملفين الاقتصادي والاجتماعي نلقاو اللي يزد اتحاد الشغل متقلق برش يقول مفاوضات الاجتماعية متعطلة مع اتحاد الاعراف متعطلة مع الحكومة وهناك عدة اشكالية يطرحها نلقاو ايضا رابطة الدفاع عن حقوق الانسان التي دعت الى التشريكة ربيع الرعي للحوار الوطني للخروج من الازمة التي تعيشها تونس عديدة هي المواضيع اللي يحكي عليهم رئيس الجمهورية قيس اسعيد في المجلس الوزيري ولكن نسجلوا انه هو التفاعل ورد الفعل على خطاب اتحاد الشغل من ناحية نسجلوا ايضا انه يعني هناك الدعاوة اليوم الى حل البرلمان وذهب الى انتخاب التشريعية وكذلك رئاسية وكذلك بلدية سيبقى لأوينها اذا الكل يجي بعد مئة يوم على تفعيل الفصل 80 في خمسة عشرين جميلة الفين وواحد وعشرين اشتركوا في القناة